في تراب المقابر الجماعية يبحث سكان الرقة عن مفقودهم فقد تكون الجثة نهاية المطاف لرحلة البحث المضنية الأهالي يقدمون أني أخوي فقد أو زوجتي أو ابني لكن للأسف لا يمكننا أن نساعدهم لا يمكننا أن نساعدهم لدينا الأجهزة الحديثة وبالأحرى مساعدة المجتمع الدولي لم تكن قوية أن نحن نقدر نعطي معلومات عن الجثة وفق فريق الاستجابة الأولية هذه الجثة واحدة من نحو 5300 جثة أخرى لم يكن ممكن التعرف عليها من أصل 6200 جثة استخرجت من 34 مقبرة جماعية رغم العثور على جثتهم يعد هؤلاء لصعوبة التعرف على هوياتهم على الطرف الآخر هناك آلاف المفقودين الأحياء من دون أي عنوان بعيدا عن المقابر تستمر رحلة بحث السورية رهام حسن عن شقيقيها المفقودين منذ ست سنوات في سجون داعش حاولنا أول ما صار التحرير على يد قوات سوريا الديمقراطية حاولنا أنه نتواصل معهم نسألهم عن المفقودين اللي وجدواهم يعني بسجون تنظيم داعش يعني كانوا ناس تبعثنا على ناس ما عبي حدا يعطينا أنه جواب مباشر وصريح أنه إذا موجودين أو لا أو إذا أنه أنتم حطيتم إيدكم على السجن أو إلى آخر فنحن الأمل موجود يعني بدنا نظن بحث حتى ما نعرف أنه مصيرهم يعني أنه عايشين من ضمن الأحياء من ضمن الأموات يتوقع السوريون أن هناك نحو ستين ألف مفقود في الرقة وحدها مصيرهم سيبقى معلقا بأمل عودتهم رغم أن الوصول إليهم بين الركام أو في المقابر أو في السجون يبدو مستحيلا من الرقة جمعكاش الحدث